لاعب المنتخب، انتصار معنوي مهم وسنواصل الاستعداد للتتويج بكان 2025 أجمع لاعب المنتخب المغربي على أن الفوز على أن غول مساء الجمعة وديا بهدف نظيف بملعب أكاديرا يعد نتيجة إيجابية للاستعداد للاستحقاقات القادمة وقال يحيى عطي الله في تصريحات بعد المباراة إن الانتصار يعد دافعا معنويا قويا للمجموعة حيث جاء بعد الإقصاء من منافسات كأس إفريقيا ومن دور مبكر ألا وهو ثمن نهائي مشيرا إلى أنه سيكون دفعة إيجابية لمواصلة العمل جديا استعدادا للاستحقاقات القادمة مستقبلا وشكر عطي الله الجماهير المغربية التي حضرت بملعب أكادير الكبير على الدعم الذي قدمته طيلة المباراة منوها بما قدموه في المدرجات منذ بداية اللقاء إلى نهايته أشرف حكيمي بدوره عبر عن سعادته بهذا الانتصار وأكد أن المنتخب الوطني يتوفر على لاعبين جدود يلزمهم بعض الوقت للإنصهار داخل المجموعة مشيدا بالأداء الجيد على رقعة الميدان طيلة التسعين دقيقة وأبرز حكيمي أنه يلزم بعض من الوقت لخلق التجانس اللازم بين اللاعبين والهدف من ذلك الاستعداد بالشكل الجيد من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا التي تحتضنها بلادنا السنة القادمة من جهته أكد سفياني رحيمي أنه جد سعيد بالعودة للمنتخب الوطني بعد غياب قويل متمنيا أن يقدم الإضافة المرجوة منه خلال المباريات التي سيشارك فيها مستقبلا وقدم رحيمي الشكر للطاقم التقني بقيادة الناخب الوطني وليد الركركي على الدعم الذي تلقاه منذ وصوله إلى المعسكر الإعدادي إلى جانب الجماهير المغربية التي تسانده دائما خارج وداخل الميادين تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغريبي سيواجه في مباراة ودية ثانية نظيره الموريتاني الثلاثاء المقبلة على أرضية ملعب أدرار بأكاديرا